أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول إذا رأى الشخص بعض بقايا الطعام عند موضع الزبالة فهل يلزمه أن يأخذها وهل يلحقه إثم بتركها وإذا كان هذا كثير فما هو العمل نعم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة أخذها وقال لو لا أني أخشى أن تكون من الزكاة أو لو لا أني أخشى أن تكون من الصدقاء لا أكلتها دل على أنه ما يترك النعمة تداس في الأرض أو في المزابل هذا كفر للنعمة وأخذها من إنكار المنكر ومن إكرام النعمة وشكر النعمة وقال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر بلعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل ليأخذ ما تبقى عليها من الطعام فالطعام محترم والنعمة والنعمة تكرم وتشكر ولا توضع في المزابل ومن يضعها ينكر عليه ويمنع من ذلك وإذا أخذتها ورفعتها ونحيتها إلى مكان طاهر فلك أجر عظيم في ذلك نعم